بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم الدراسي الجديد معدد فيتيز 2 ومعكم المعلمة من مصطوخ ومن لغة الإشارة لإستناد بدر الحمول سنتعرف في درس اليوم بإذن الله على موضوع جداً جميل لنرى ما سنتعرف عليه اليوم اليوم بإذن الله سنأخذ قانون نيوتن في الجذب الكوني وقانون كيبلر الثالث فأهدافي في درس اليوم أولاً أن نصيق قانون الجذب الكوني لنيوتن أن نربط بين قانون الجذب الكوني وقوانين كيبلر أهم المفردات لدي قوة الجاذبية وقانون الجذب العام كالعادة دعنا نتذكر ما تعرفنا عليه في الحصة السابقة أخذنا في الحصة السابقة هذه الشرية الجميلة التي تلخص ما تعرفت عليه وهو قوانين كيبلر الثلاثة وفوائد قوانين كيبلر الثلاثة اليوم بإذن الله سأمهد لدرسي تأمل هذه الصورة حاول أن تتعرف على هذه الصورة يبدو لي صورة تفاحة وشخص جالس تحت الشجرة وهذه التفاحة تسقط ألا وهي تفاحة نيوتن الشهيرة التي كانت إحاء له لاكتشاف قوانينه الثلاثة ربما الأربعة قد أخذت عزي الطالب ثلاثة قوانين سابقة اليوم سندعمها بقانون آخر رابع فبالتالي كم قانون لنيوتن سبق لك دراسته؟ أنا درست ثلاثة قوانين في أول ثانوي اليوم في ثانية ثانوي سأتعرف على القانون الرابع فمشاهدات نيوتن وسقوط التفاحة ساعدت في اكتشاف القانون الرابع كذلك قوانين كيبلر ساعدت نيوتن على اكتشاف قانونه الرابع المسمى بقانون الجذب الكوني لنتعرف على هذا القانون تأمل ثم استنتج بعد مضي 45 سنة على نشر نتائج كيبلر الثلاثة التي درسناها في الحصة السابقة بدأ نيوتن دراسته لحركة الكواكب أتأمل وتنبأ من هذه الجملة أن نيوتن اكتشف ثلاثة قوانين متتالية يليها 45 سنة في خلالها استنتج كيبلر قوانين الثلاثة بعدها أتى نيوتن ليكتشف لدينا القانون الرابع وقانون الجذب العام وقانون نيوتن الرابع طبعا لاحظ في هذه الصورة يبدو لك كتلتين أو كرتين لاحظ نيوتن خلال دراسته ومراقبته للكواكب أن هناك علاقة ما بين الكتل والمسافات ويبدو لك في هذه الصورة فعلا R ترمز للمسافة فيما بين الكرتين ويبدو لكرتين لكل منهما كتل M1 وM2 لنتفق عايزي الطالب والطالبة أن أرمز لي M1 وM2 بالكتل وأن أرمز لي R بالمسافة فيما بين الكتل تجل هذه المعلومة عندك حتى يتسأل لك حفظ القانون بشكل سهل لو سألتك ما العوامل التي درسها نيوتن لاستنتاج قانونه هما عاملين رئيسيين اثنين واحد مقادير الكتل اثنين المسافة بينهما M1 M2 وR إذن هذه المعلومات الهامة ثبتها لديك ماذا وجد نيوتن؟ وجد أن مقدار قوة جذب الشمس F المؤثرة في كوكب تتناسب عكسياً مع مربع البعد R بين مركزي الكوكب ومركز الشمس أي أن باختصار F تتناسب طردياً مع واحد عارض البيع وتؤثر القوة في اتجاه ماذا؟ الخط الواصل بين الكتتين تأمل معيزي الطالب الكرة الخضراء M2 والكرة الزرقاء M1 يبدو لك هناك مسافة ما بينهما F1 وF2 أستطيع أن ألخص لك مفهوم هذه الصورة كما أنا والأرض أنا كتتي M1 الأرض كتتها M2 فيما بيني وبين الأرض يوجد مسافة تعادل نصف قطر الأرض يوجد بيني وبين الأرض عملية ماذا؟ تجاذب والموضوع منطقي جداً ويدعم مفهوم ماذا؟ مفهوم نيوتن إذن فعلاً هناك تجاذب ما بين الكتل M1 M2 بينهما مسافة فاصلة R هذا هو مفهوم فكلما كانت المسافة ماذا؟ قريبة كانت قوة الجذب ماذا؟ ممتاز أكبر لذلك نقول كلما كانت المسافة قريبة كانت القوة ماذا أكبر فاستنتج من خلال هذه العلاقة التي سنبرمجها الآن ماذا؟ بطريقة رياضية تأمل معي اكتبها أيضاً معي F عندما تزداد أو عندما تزداد M1 اللي كتل الجسم الأول ستزداد معها قوة التجاذب فيما بينهما أيضاً عندما تزداد M2 ستزداد معها قوة التجاذب أي الخلاصة كلما زادت في كتل زادت قوة الجذب فيما بينهم طيب ماذا عن المسافة؟ ترقب معي المسافة بين الكوكب M1 و M2 هي عبارة عن R كلما زادت هذه المسافة سيحصل عملية نقصان في ماذا؟ نقصان في قوة التجاذب بما أنها تزداد المسافة تقل قوة الجذب إذن كلامي عكسي الآن فبالتالي العلاقة عكسية لذلك أنا أكتب الر فين في المقام فبالتالي فبالتالي تعودنا دائماً عزي الطالب والطالبة عندما أكتب هذه المعادلات بالبرتقالي كما تراها الطرف الأيسر متساوي إذن الطرف الأيمن يضم فيه الطرف الأيسر بناخله كعامل مشترك علامة الطرف أيضاً كعامل مشترك M1 M2 1 على R تربيع تأخذ كحواصل ضرب لذلك F تساوي ماذا كما ترى؟ F تساوي G لهو ثابت مضروباً في M1 M2 على R تربيع يبدو لي هذا جداً مقنع هذا ما يعرف بقانون نيوتين الرابع وهو قانون أو يسمى بقانون نيوتين للجذب العام كمسمى مختلف عن قانون نيوتين الأول والثاني والثالث والرابع هذه الصورة توضح لك مدلول كل حرف انقلها أو صورها لأنها تسهل عليك حفظ الرموز لديك جدول جداً جميل قد يأتيك سؤال من هذا الجدول كيف؟ بما أنه في قانون نيوتين F يساوي الجي M1 في M2 على R تربيع أعلم عزي الطالب أنني ذكرت لك مدلولات كل رمز ولم أخبرك عن الجي لأنني سأتكلم عنها لاحقاً M1 كتلة الجسم الأول M2 كتلة الجسم الثاني M1 و M2 موجودات في البسط فبالتالي العلاقة ماذا؟ طردية انظر معي لأول عمودين على يسار الشاشة الآن لدي أو عندما تزيد الـ F بمقدار 2-F كم مقدار التغير الذي يطرأ على M1 و M2؟ بما أن العلاقة طردية إذن سيكون التغير مماثل 2 وضحة الفكرة مرة ثانية على المثال الثاني عندما تتغير سجل العبارة إن أردت هو يأتيك سؤال فراغات صح وخطأ خيارات عندما تتغير قيمة الـ F إلى 3F فإن الكتلة في قانون نيوتن الرابع تتغير بالمقدار فراغ كم؟ 3M1 و M2 ممتاز خلاص؟ لأن العلاقة ماذا؟ العلاقة طردية بما أنه طردية ما يزيد هنا يزيد هنا ما يزيد هنا يزيد هنا تطارد أما إذا كانت العلاقة عكسية فمعناها نعكس وليست عكسية فقط بل عكسية مربعة إذن سنعكس مع ماذا التربيع ترقم معي العمودين الثالث والرابع إذا تغيرت قيمة مثلا الـ 2R الـ R تغيرت قيمتها أصبحت 2R كم ستكون قيمة الـ F؟ ستكون قيمة الـ F كم؟ ربع لماذا ربع؟ تأخذ الـ 2R تربعها تقلبها اكتب الكلام اللي أنا أقوله لحتى تثبت إذن نأخذ قيمة الـ 2R ماذا؟ نربعها نقلبها إذن نقلب ونربع ستتخرج لك نتيجة ماذا؟ نتيجة الـ F الثلاثة ها ثلاثة R اقلبها 1 على ثلاثة ربعها 1 على تسعة النص اقلبها 2 على 1 ربعها أربعة عرفت كيف؟ أصبحت ماذا؟ أصبحت موجودة في البصل لأنه أصلا كانت موجودة في المقام فهذه دائما ما تأتي في الاختبار على هيئة فراغات صح وخطأ خيارات انتبه لها جيدا ولا تهملها ودي هنا استراتيجية سبب ونتيجة لماذا ندرس قانون نيوتن الرابع مع قوانين الثلاثة السابقة لماذا لم ندرس قانون نيوتن الرابع مع القوانين الثلاثة السابقة في ذلك الفصل أعني في أول ثانوي نحن في أول ثانوي درسنا الحركة في بعد ودين درسنا قانون نيوتن الأول والثاني والثالث لماذا الآن نحن في ثانية ثانوي ندرس قانون نيوتن الرابع بكل بساطة إذا كنت طالبا نبيها ستجيب الآن بما أن قانون نيوتن الرابع يتكلم عن قوى الجثمة بين الكواكب أو الكتل إذن منطقي جدا أن يوضع في باب الجاذبية الذي ندرسه نحن الآن لذلك أتجل إلى هذه المرحلة إذن لأنه يتعلق بالجاذبية بين الكتل وكذلك يمكن رضته مع قانون كيبلر الثالث الآن بما أنك درست قوانين كيبلر وبما أن نيوتن تنبأ ووصل لقانونه الرابع من دراسات كيبلر أتنبأ أيضا أنني سأستطيع ربط قانون كيبلر مع قانون نيوتن للجذب الكوني كيف أن نوجد علاقة بين قانون نيوتن وكيبلر؟ ناقش عقلك قليلا فكر وسبرحنها لك هذا هو ربط العلاقات الجزئية الموجودة لديك في المربع الأزرق مهمة جدا سجلها عندك في كتابك هذه طريقة ماذا؟ طريقة ربط قانون نيوتن الرابع مع من؟ مع قانون كيبلر الأخير اللي هو الثالث ما هي الطريقة؟ أولا نكتب قانون نيوتن الثاني بدلالة التسارع المركزي الزمن الدوري التسارع المركزي أخذناه في أولى ثانوي رمزه AC وهو التسارع الخاص للدائرة فبالتالي بما أن لدي محيط يدور حول كوكب فنحن نتكلم عن تسارع المركزي ثانيا نساوي قانون نيوتن الثاني مع قانون نيوتن الرابع هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة نستنتج معادلة جديدة للزمن الدوري رابعا نبتكر ونتوصل إلى العلاقة بين نيوتن وكيبلر كيف؟ تعال معي هنا أولاً F تساوي G M S مضربة في ال M B الرموز لا نختلف عليها M S ولا M 1 و M 2 لا نختلف هذه رموز وترميزات صغيرة توضع تحت الحرف إذن كتلة الأول في كتلة ماذا؟ في كتلة الثاني إذن F تساوي G في ال M S مضربة في ال B على R تربيع هذا قانون من؟ ممتاز قانون نيوتن الرابع F محصلة تساوي ال M B في ال A C اللي هو قانون فما؟ اللي هو قانون نيوتن الثاني إذن لدي قانونين؟ قانون نيوتن من؟ قانون نيوتن الأخير الرابع مع قانون نيوتن ماذا؟ مع قانون نيوتن الثاني لماذا أتيت بالقانونين؟ لحتى أتوصل من هذين القانونين لنتيجة من؟ لنتيجة كيبلر سترى كيف الآن بما أن الطرف الأيسر في المعادلة الصفراء يساوي الطرف الأيسر في المعادلة الخضراء إذن الأيمن يساوي الأيمن نقوم بالمساواة M تساوي لاحظ معي هنا M في الـ AC تساوي G في الـ MS وضربة في الـ MB طبعا عندي الـ M والواحدة من الـ M هنا تساوي الـ M الأخرى هذه هي MB المفروض تمام فتكون تروح مع بعضها البعض لأنها ماذا متساوية ماذا يتبقى لك سيتبقى لهذه اللي هي عبارة عن ماذا الـ AC تساوي ماذا 4 باي تربيع في الـ R على ماذا على التي تربيع هذه المعلومة نعرفها سابقا من معادلات أخذناها سابقا عزيزي الطالب والطالبة في مرحلة الثانوية بالتعويض عن ذلك سنحصل على ماذا تي تساوي 2 باي الجذر التربيعي لـ R تكعيب على الجي في M S حيث 2 باي ماذا عبارة عن ثابت الـ R نصف القطر والـ G ثابت الجذب الكوني الذي ستعرف عليه بعد قليل والـ M هي عبارة عن الكتلة طبعا من هذه المعادلة يتضح لك ماذا عزيزي الطالب والطالبة؟ يتضح اكتب هذه الجملة جدا هامة عند هذا القانون عندك في كتابك يتضح من هذه العلاقة أن مربع الزمن الدوري يتناسب طرديا مع مكعب المسافة مربع الزمن الدوري ماذا أقصد به؟ أنني لو أخذت الجذر التربيعي هنا لو قمت بالتربيع هنا يذهب التربيع مع الجذر وهنا يكون لدي تربيع فبالتالي ماذا؟ تحصل على تي تربيع وهنا تحصل على R تكعيب هي نفس النتيجة التي حصل عليها من؟ التي حصل عليها كيبلر توصلت لهذه النتيجة من من؟ من نيوتن فبالتالي لدي هنا نفس النتيجة ونفس التوصل واضح؟ إذن هذا استنتجته من قانون نيوتن ماذا؟ من قانون نيوتن الرابع وضحت الفكرة؟ إذن الخلاصة أنني استخدمت قانونين نيوتن قانون الرابع والقانون الثاني سويتهم مع بعض توصلت لنفس الكلام والمنطق الذي توصل له كيبلر في نتائجه ماذا؟ في نتائجه السابقة إذن فا يعتمد مقدار أربع باي تربية على الجيف الأم أس على كتلة الشمس وثابت الجذب الكوني طبعا هنا باعتبار الكتلة الأولى كتلة شمس والكتلة الثانية الأم بي كتلة أي كوكب يدور حول الشمس وأنا ذكرت الأم وان والأم تو هي أي كتلة لأي كوكبين كان فالعلاقة صحيحة لأي كوكبين بالأصل إذن ما العلاقة بين قوانين نيوتن وقانون كيبلر؟ سجل معي هذا السؤال جدا مهم يربط لك ما بين قوانين نيوتن وقانون كيبلر أولا أن من قوانين نيوتن أنه من قوانين نيوتن اللي هو الثاني والرابع استطعنا حساب الزمن الدوري الذي حسبه كيبلر إذن نفس النتيجة أيضا أنه بمساوات قانوني نيوتن توصلنا إلى نفس نتائج ماذا؟ ممتاز نفس نتائج كيبلر لذلك نقول دائما قانون نيوتن الرابع وقوانين كيبلر مرتبطة بعضها مع بعض طيب فكر ما هو الثابت جي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن هذا المقدار من توصل له؟ توصل له العالم شهير جدا وسنأخذه في لاحقا ولكن الآن عزي الطالب والطالبة ثبت معي هذه المعادلة F تساوي ثابت M1 في M2 على R تربيع لو أتاك سؤال في الاختبار استنتج معادلة الثابت اللي هو جي ما هي وحدته؟ وحدته مكتوبة لديك في لون الأحمر N مضربة في M تربيع على KG تربيع كيف توصلوا لها؟ تعال معي هنا على المعادلات اللي موجودة عندك بالرمادي نوجد الثابت في الطرف نضع جميع المجاهل في الطرف الآخر كما تعلم في نقل الأطراف تحصل على F مضربة في R تربيع على M في M إذن وحدة قوة في وحدة ماذا؟ في وحدة المسافة على مربع وحدة الكتل بالتعويض نحصل على N ضرب M تربيع KG في KG وهي نفس المعادلة الموجودة لك باللون الأحمر نيوتن توصل إلى المعادلة التي تعطي قانون الجذب الكوني ولكنه لم يتوصل لقيمة هذا الثابت الذي نحن سنتعرف عليه بإذن الله في الحصص القادمة ما تعلمنا أو ما تعرفنا عليه في الدرس اليوم؟ اليوم عرفت قوانين تحكم حركة الجاذبية ألا وهو قانون جدا مهم قانون نيوتن الرابع أو يسمى بقانون الجذب الكوني وعرفت المعادلة الناتجة من ربق قوانين نيوتن بقانون كيبلر تي تساوي 2 باي وهي معادلة جدا مهمة 2 باي الجذب التربيعي R تكعيب على G في الـ M S بذلك عزيزي الطالب والطالبة انتهينا من درسنا اليوم ونوفقنا من الله ونخطانا من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته